بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترينج أفرحنا كلها سوبر واحتفالتنا سوبر وأيامنا كلها سوبر سوبر في جميع الألعاب سوبر في جميع الرياضات سوبر الأخلاق سوبر المبادئ سوبر الانتصارات والبطولات النادي الأهلي دائماً وأبداً بيكتب التاريخ وكتاب التاريخ يومياً هي فزداد عدد الصفحات اللي فيها الألقاب والبطولات والمواقف الرجلية اللي بالتأكيد النادي الأهلي بتأخذها خلال السنوات الأخيرة مبارح كان احتفالنا بسوبر فريق الكورة اللي كان عنده مباراة مع بيرامدزي في نهاء السوبر اللي تلعى فيه أبوزاطي والنهاردة بنحتفل بسوبر كورة اليد بعد فوز الأهلي بالأمس على الزمالك في السوبر الإفريقي لكورة اليد ومن ثم تأهل الأهلي للعام التاني على التوالي إلى كأس العالم للأندية الفوز بالسوبر لم يكن الأول وإن شاء الله بإذن الله مش هيكون الأخير ولكن للسنة التانية على التوالي النادي الأهلي بيفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الزمالك وبهتأهل لكأس العالم للأندية الانتصارات دي على فكرة لا تأتي من فراغ هي عبارة عن تخطيط ودراسة وعلم وعمل جماعي لعائلة الأهلي بتبدأ من الهرم بداية الهرم من رأس الهرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قطاع النشاط الرياضي الألعاب النشاط الرياضي بداية بقى السلة الطائرة اليد ومعننا بنتكلم على حدث مهم جدا إفريقي دولي كأس السوبر الإفريقي لكورة اليد أكيد قطاع النشاط الرياضي اشتغل وحضر بشكل كويس جدا السنة دي سنة استثنائية على فكرة في جميع المجالات مش بتكلم بس على مجال الكورة لا ده كمان على مجال الألعاب الجمعية شوفوا انتصارات السلة والطائرة واليد انتصارات الكورة اتنين سوبر بطولة كاس سيمي فاينال دوري عبطال إفريقيا الزعامة والتصدر الدوري من أجل استعادة اللقب المفقود خلال آخر سنتين فهنيئا لكل جماهيل النادي الأهلي هذه الأفراح وإن شاء الله مستمرة معانا حتى نهاية الموسم سوبر مبارح سوبر النهاردة وفيه سوبر جاي بس في توقيت معين هنقدر نشرح التفاصيل لأن الأهلي دائما وأبدا الناس حطا في مكانة مكانة سوبر مش بطولات بس هي مكانته كده الأهلي مكانته كده الأهلي مكانته أنه هو دايما هو رقم واحد هو السوبر المصري والسوبر العربي والسوبر الإفريقي وقريبا قد يكون سوبر دولي على حدث رياضي وقره كبير جدا جاري الإعداد ليه خلال الفترة اللي جاية مبروك لأسرة كرة اليد مبروك للنشاط الرياضي برئاسة الكابتن خالد العوضي مجلس الإدارة جماهير النادي الأهلي الجهاز الفني اللاعبين الكل اشتغل على تحقيق لقب مهم جدا وبإذن الله نبركلهم خلال الأيام اللي جاية بعد الفوز بكأس الكؤوس الإفريقية اللي بينظمها الأهلي خلال الأيام القادمة على صالة الأمير عبدالله الفصل حالة النهاردة بلنجم التريند بالتأكيد فيها تفاصيل مهمة جدا وكواليس وأخبار مهمة وبالأمس كنا فتحنا ملفات واتكلمنا في أضايا وبالليل اللي احنا قلناه اتقالم باري في كل البرامج بالليل عشان تعرفوا اللي احنا دايما بنحاول نجيب لكم المعلومة والأخبار الصادقة والصحيحة من مصدرها للينا في الهبد ولا التريند السلبي على السوشيال ميديا ودايما ثقاتنا فيك وزي ما ثقاتك فينا اللي احنا بنجيب لكم الخبر السليم والخبر الصحيح وان شاء الله بإذن الله نبارك لبعضنا يوم الجمعة اللي جاية في لقاء الزهاب على حساب التراجي في رادس في نصف نهائي دورة أبطال إفريق